بل روى صاحب البحار في الجزء الرابع والثلاثين صفحة ثمانية وسبعين أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان لا ينام حتى يضع وجهه بين ثديي فاطمة قبح الله من روى هذه الرواية النبي يضع وجهه بين ثديي فاطمة امرأة أم أولاد يأتي الرسول ويضع وجهه بين ثدييها هل تقبلون هذا هل تفعلون هذا كيف تقبلونه بالله عليكم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فانكب عليه انكب الحسين على أخيه الحسن حتى قبل رأسه وبين عينيه شوفوا إخواني هذه منطقة بين عينيه هاي نعم يعني بالجبهة هذه تسمى بين عينيه مو المقصود يعني على الأنف يصير بين عينيه ومن هنا يأتي جواب اشكال بعض حمقى أهل الخلاف وحمقى العدو شايفين بعض الروايات هم عندنا وعندهم ترى موجودة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلتزم ابنته فاطمة عليها السلام فيقبل بين ثدييها ما بين ثدييها هذا موجود قالوا شوفوا شوفوا شنو تنسبون إلى النبي شنو هذا شذوذ نعوذ بالله وناس لأنهم وصخين هم متعلمين من أمهم عائشة الوساخة فما يفهمون الكلام يقرؤونه بشكل غلط يفهموهم بشكل غلط ويقولون أنهم عرب أيضا مالت عليكم إذا عرب ما تفهمون لغة العرب شكوا تحجون لما تقول العرب قبل بين عينيه يعني راح قبل أنفه اللي يصير بين العينين أول الأنف هنا هنا قبل قبل بين عينيه يعني شوية فوق العين شوية فوق العينين مستوى العينين يعني الجبهة يقال قبل بين عينيه فكذلك تلك الرواية قبل بين ثدييها يعني قبل نحرها صلوات الله عليها وهذا لا إشكال فيه شنو المشكلة واحد يجي البنته يقبل نحرها شنو المشكلة أنتو أذكاركم مريضة وصخة هكذا تتعاملون مع الأحاديث الشريف وبعدنا هذا الحديث مو بس عندنا موجودا ما عندهم يعني مو شيء مو شيء يعني غريب ليس شيئا غريبا هس هذا اللي بيه إشكال ونعوذ بالله تلك الروايات التي ترويها الخائنة عائشة عن رسول الله تلك مو روايات الشذوذ والإشكال أريد نعرض فيها الليالي يعني شنو تروي عائشة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله من أفعال قبيحة جاء إلي أهوى إلي ليقبلني قلت له أني صائمة فأهوى إلي غصب طيب هالشكل أهوى إلي ليقبلني ومص لساني يلا بل الله عليكم هذا هذا التصرف يباشرني وأنا حائض حيث أمور سيئة أمور تسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله هذه كونة المادة الخصبة التي أخذها الحاقدون على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله سوى عليها أفلام الآن هذا كلما سخام عائشة هذا من تحت رأس عائشة هذا لا يلتفتون إلى هذا الذي عندهم من الوصاخات وجايين إلى الروايات الطهر شوية يشكلون عليه يحشون عليه يريدون أن يشوهوا سمعة التشيع العظيم بمثل هذا الفهم المغلوط أصلا ترجمة نانسي قنقر